المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعدتم مساء مرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث الناس وموضوع هذه الحلقة مظاهرات الشارع في ماذا وإلى أين سيكون معنا إن شاء الله ضيفا على هذه الحلقة دكتور عمر الخير إبراهيم أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزيرة المدير العام للمركز السوداني لديمقراطية والتنمية مساء الخير دكتور مرحبا بك مساء النور أنا سعيد جدا أكون ضيف على برنامج حديث الناس وقبل أن ندلف إلى محاور هذه الحلقة إليكم هذا التقرير لليوم الثاني على التوالي تخرج التظاهرات الاحتجاجية في عدد من المدن بولايات السودان ضربة البداية كانت بمدينة عطبرة ثم الدامر ثم مدن أخرى بولاية نهر النيل ثم مدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر لتمتد التظاهرات اليوم شاملة ولايات القضارف سنار الشمالية وبعض المناطق بولاية الخرطوم التظاهرات نددت بزيادة أسعار الخبز والارتفاع الجنوني في أسعار المواد التموينية وهي مشكلات ظل يعاني من تفاعلها جسد البلاد الذي تأثر بتلاحق أزمات طاحنة في الاقتصاد تمثلت في خلو المصارف من النقود وشح في الدقيق والخبز والوقود التظاهرات التي شهدتها بعض المدن بولاية السودان أسفرت وبحسب إحصائيات غير رسمية عن سقوط بعض الضحايا بين قتيل وجريح إضافة إلى حرق العديد من المؤسسات الحكومية وهو قطعا أمر مؤسف أن تمتد يد المظاهرات لتطال الممتلكات العامة والخاصة التظاهر السلمي حق مشروع يكفله الدستور ويسنده القانون فمن حق المواطنين أن يوصلوا رسائلهم إلى المسؤولين في الدولة بانتهاج الوسائل المكفولة بالدستور والمسنودة بالقانون وعلى السلطات الحكومية المختصة الاستماع إلى رسائل المتظاهرين والمسارعة في تلبية احتياجاتهم انطلاقا من الدور المناد بالحكومة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمات الضرورية لهم إن التحلي بضبط النفس والتزام المسؤولية الوطنية من قبل المتظاهرين والسلطات الحكومية المختصة تقود إلى تحقيق المطالب التي بمجيبها تتقي البلاد شر الدمار والتخريب الذي يقود إلى فوضى يندس في خضمها أصحاب النفوس الضعيفة الساعية إلى خلق الفتن وتهديد أمن وسلامة واستقرار الوطن مرحبا بكم ثانية عزيزي المشاهد نزل السودانيون في كثير من مناطق البلاد للمطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية وإيجاد حلول عاجلة لما تمر به البلاد من أزمات في الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن سقف المطالب والطريقة التي ينسق بها المحتجون حركتهم يتساءل آخرون عن مدى قدرة الحكومة على احتواء موجة الحراك الشعبي ما الذي يجري في الشارع على وجه التحديد وإلى أين يمكن أن تصل هذه الاحتجاجات وما هي الأدوار المطلوبة من شرائح المكتبع المظاهرات في الشارع لماذا وإلى أين هو موضوع حلقة حديث الناس نرحب ثانية بضيفنا دكتور عمر الخير إبراهيم مستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزيرة المدير العام لمركز السودان للديمقراطية والتنمية سنبدأ أولا دكتور يعني لماذا وصلت يعني البلاد إلى هذا الحال طبعا هذا سؤال صعب جدا الإجابة عليه الخليل يعني لكن بفتكر أنه الوضع الآن يعني هو ما ولد اللحظة يعني يعني بتأكيد المسألة تراكمات لعدد من الأشياء يعني يمكن تكون سياسات قرارات تعاطي يعني المجموعة بتاع المشاكل كانت بسيطة في بذل الأمر لكن بعد ذلك الناس يمكن يكون بشكل التعاطي معها والتعامل معها وصلت بالناس لهذا الأمر يعني وأنا أفتكر أنه المسألة الذي ما في أحد يعني هو بريء من ما وصلنا لي والآن يعني سواء كان حاكم ولا معارض ولا مواطن يعني نفتكر أنه الناس كلهم شرك الآن في هذا الوضع في هذه الحالة وإن كان يبدو الآن أنه التحدي الحقيقي في تقديري وفي نظري هو تحدي الآن في شكل العلاقة بين الحكومة والمواطن نفتكر الآن الحكومة الآن يعني قدام تحدي كبير جدا هذا التحدي يتمثل بصورة أساسية في صلة وعلاقة بالمواطن لأننا في تقديري الآن التقرير الذي شاهدنا الآن أنا ما بقدر أقول أنه هذه المظاهرات والإحتياجات تمت في عدد من المدن ما بقدر أقول أنه في جهة مركزية الآن مخططة لهذه الأشياء لكن بقول أنه ده خروج عفوي في تقدير الخاص المواطني لأنه فعلا أنا الآن مواطن يمكن أن نسميه تنفيس يعني بالضبط وما لقى تعاطي واضح إيجابي من الحكومة وأننا نتكلم عن الحكومة الآن على مستويات المختلفة لأننا تتكلم الآن على مستوى مدن مش كده في معتمدين موجودين عندهم دور في صلة بالمواطن يفرضون قائمين بيه يعني في وله على المستوى الولايات عندهم دور يفرضون قائمين بيه بعد ذلك بتيجي الجهاز على المستوى الاتحاد يعني أنا أنا أفتكر أنه الوضع هذا الآن في الغياب معلومات حقيقية في الغياب تواصل مباشر بين الحاكم وبين المحكوم يوضح للناس أنه بالضبط شنو يحصل يعني بتبقى الناس المواطنة الآن فعلا يعني بيواجه بجملة من المشاكل كل واحدة أصعب من التانية دكتور عمادي تخيل إنه في هذا الوضع دكتور عمر عفوا عفوا دكتور عمر يعني في هذا الوضع الآن نحن نتحدث عن حالة اقتصادية وتدهور اقتصادية ولكن بالمقابل سنجد يعني هناك يعني أمن الآن الحالة الأمنية عموما في السابق والآن هي مختلفة تماما وتأتي الأزمة الاقتصادية أو التدهور الاقتصادية بعد رفع العقوبات الاقتصادية يعني هذا يقود إلى يعني تساؤل يعني هناك أمن هناك استدباب لماذا وصلت يعني هذه الأزمة إلى هذا الحال يعني طيب أنا برده أخرى بقول أنه التحدي الحقيقي بالنسبة لنا الآن للحكومة أنه فعلا ما ذكرت لك في جملة بتاعة مشاكل يعني أنت الآن عندك مشكلة بتاعة سيولة يعني أمد الآن تجاوزت العام وزياد يعني مشاكل كان في مشكلة بتاعة الدولار يعني أنك أنت ما في عملة صعبة الآن موجودة عند كد الدول يعني في مشاكل كثيرة الدولة الآن يعني بتعاني منها اللي هي وأنا بفتكر أنه هي ما مشكلة حقيقة بتاعة غياب موارد لأنه إحنا بقول لك الآن برضو المعلومات الموجودة فات ضار كبير جدا أنت بتتكلم عن أنك مثلا في مثال الرغيف أنك أنت ديت حصص أكتر من مثلا 150% من الحصة مثلا لأولئة الخرطوم مثلا لكن بتلقى الناس يستعبوا في الصف في مشاكل واضح إنها تصل بإجراءات ويمكن أن نقول هناك يعني عدم توزيع عادل ما بين الحصص في ولاية الخرطوم والولاية الأخرى الآن مثلا ولاية الشمالية يعني القضارف ولاية نهر النيل المناطق التي يعني فيها شدة من الاحتياجات الآن هم يتحدث عن عدام تماما عن الخبز وهذا يمكن أن يقود إلى أن هناك عدم توزيع عادل للحصص حصص الضغيق في الولايات أنا برضو ذلك أقول الآن بصراحة أنت لو عينت الآن لسايكولوجيا بتاعت المواطن أنظر لنفسك قد ننظر لأنفسنا أولا أنت الآن أنا محتاج مثلا في الوقود إذا أحتاج إليه ثلاثة أربعة جالون في اليوم مثلا أنا ممشي بقبل بملة تنك كامل مش كده يعني أنت بشيل أكتر من احتياجك ثلاثة أربعة مرات كان محتاج إليك نفسه الشعور بالأمن أهم من الأمن نفسه أنا لو ما عندي شعور وإحساس بأنه أنا آمن أنه والله ما في مشكلة في الرغيف أنا بمشي الفرون بأخذ أي شيء يعني ما بكون عندك إحساس ما بكون عندك دافع أنك تشهيل حاجة أكتر من احتياجك صحيح فأنا أدار أقول أنه لما أنه ما نسمع الكلام المسؤولين في إطار الحصص بيقوله دينا كل جهة دينا حصطة أنا يفترى تكون في معلومة واضحة أنت في يعني كم من الكمية من الدقيق مثلا يستخدمها مثلا ولاية الجزيرة مثلا أديتهم الكمية بتاعتهم لكن لما تنظر لأنه جانب بتاع الشعور بالأمن هذا غايب أنت ترى أن هناك في غياب للمعلومة كاملة للمواطن في جزء من الأزمة أنا باتتكلم عن الأزمة أنا ما دعني عندي معلومات دقيقة عنها لكن باتتكلم عن أزمة من خلال تفاعلات الأمر علاقة المسؤولين بتتعاملوا كيف الإعلام موجود فوقه شنو المواطن بره بتتكلم كيف الجهات ذات الصلة بالأزمة بتتعامل كيف يعني كل أشياء أنت لما أنت عائلها بتدديك شعور بينه في حيات محددة أنا بحاول كزول أكاديمي أقرأ الواقع من خلال الممارس هذه أو المواقف هذه فبتدديك شعور بينه مثلا المعلومات البجيني اللي يكون المسؤول كذاب يعني لما نقول أنه أنا ديت حصة الدقيق مثلا مئة وخمسين في المئة لو بيكذاب تبقى عندك الواقع هناك مشكلة يعني وهناك يعني بعض المعلومات التي ترشح في أنه هناك تهريب ممكن يكون ساعد في هذه الأزمة هناك تهريب لبعض السلع الأساسية من ضمن يعني الدقيق أو الجازولين يعني ولي أقرض بها الحكومة هناك تهريب لهذه السلعتين أو السلعتان المهمتان طيب أنا أقول يا أستاذ خليل أنه الأمر التهريب ده ما أمر جديد التهريب ده أصلا موجود في الحدود بتاع السودان دي كلها موجود تهريب بيخش على أريتريا بيخش على أسيوبيا بيخش على جنوب السودان بيخش على التشاد موجود يعني الدولة بتعاني منه من فترة طويلة جدا أنه ما قادر تعمل لأنه حدود الواسعة بيتكلم عنها لكن الآن في ظرفي زي ذا ممكن الآن يحصل إذا زادت كمية التهريب بتوقفه مشكلة إذا أنت ضبطك للحدود بيقى ما والمستوى بتوقفه مشكلة لما يكون فيه بما ذكرت لك الآن إنه في الداخل فيه إنك إنه المواطن بشكل أكثر من احتياجه الحقيقي فيه مشكلة بتوقفه طيب الدكتور عمر يعني ما يجري من ضنق وأزمات متلاحقة يمكن أن نسميه أمر داخلي أم خارج هو طبعا البعدين موجودات لكن لو دار أتكلم عن الداخل يفتكر أنه 70-80% منه داخلي الباقي ممكن يكون ذات أثر خارج يعني فبالتالي إنت بس تمرار إذا ما ركزت على معالية إشكالك الداخلي يبقى أي كلام عن الأثر الخارج ما عنده معنى كبير صراحة ويبقى بعد ذلك كانه نوع من الهروب أو وضع المسؤولية في شماعة الخارج لكن صراحة في الغالب المشكلة في الداخل لكن أنتم أهل السياسة يعني التقلون أو المتخصصين العلوم السياسية هناك ارتباط كبير ما بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية للدولة تماما هل هناك بعض يمكن أن نسمي هناك إشكالات داخلية أم خارجية في هذه السياسات لا بد أن تكون هناك توازن في هذه العلاقة ما بين الخارج والداخل طيب أنا أقول الآن نظام موجود 30 سنة على سدات الحكم رغم أن المجتمع الدولي كثير جدا ما حاول أنه مشكلة يقلع هذا النظام مثلا فشل له لأنه الداخل كان قوي متماسك فإنت علاقة الداخل بل خارج ما بتجي في جانب بتبقى أنت الداخل قوي عندك لأنه لأسباب داخلية وتجي في جانب تاني تتكلم عن أسباب الخارجية كأنما هي المشكلة في أنه في الفشل في بعض الأشياء فأنا بفتكر أنه 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 الموضوعية بتقول أنه في نسبة كبيرة جدا لتصلها بالداخل ما موجوده وكلام عن ممارسات حتى من المواطنين كانت تجار عملة ولا كان سلوك أصحاب أفران ولا أصحاب رجال العمال ما يدو كل هذه مسائل مربوطة بالداخل مربوطة بسياساتك برضو التعامل مع المسال لشكلها كيف فأنا أفتكر أنه الداخل عنده نبضة كبيرة جدا أي محاولة أنك أنت تهرب أو تخفز في هذا الأمر بيضاعف من مشاكل الناس طيب دكتور عمر يعني أنت متخصص في العلوم السياسية نعم لو سألناك صراحة ومباشرة هل هناك في توازن ما بين الداخل والخارج أم هناك في خلل داخلي أم ممكن نسميه عدم تماسك داخلي بوجهة نظرك يعني الآن أنا طبعا أفتكر أنه نشوف أننا الآن الواقع السياسي الموجودة الآن لو حاولت تتقرأ الواقع السياسي الآن نحن الآن على مستوى جبهتنا الداخلية فيه شكالات كثيرة جدا أنت بتتكلم الآن عن حزب حاكم وعن أحزاب معارضة أو مجموعة بتاعت أحزاب حاكمة وأحزاب معارضة في المعارضة تتكلم عن أحزاب خارج حتى النظام السياسي نحن هنا بتتكلم بتطرف جدا عن إسقاط النظام وبعد ذلك بتلقى مجموعة أخرى مثلا عند نوع من اللا مبالاة في الواقع السياسي كله مجموعة أحزاب ما عند نوع من اللا مبالاة مثلا وبتلقى إنه في حركات مسلحة شائلة السلاح بره فانت الواقع الآن عندنا وفي عملية بتاعت حوار وطني كبير جدا بدأت وكان يفترض الناس مؤملين فيها انها هي تسوق الناس للحلول الموجودة يعني حلولة نهائية لأزمات البلد اللي هي أزمة المشاركة في كثير من الأشياء وما سوى مبدأ المشاركة مبدأة مهم جدا يعني الآن إذا لم يحدث اتفاق حول مستقبل العملية السياسية في السودان بيجمع أو على الأقل بغالبية القوى السياسية الموجودة ده كله الآن بيقول إنه يا أخي البلد ما ممكن يحصل الله استقرار مطلوب ما ممكن يستعر استقرار حتى لو حصل الاستقرار محدود بيبقى موقع جدا ما بيبقى هو الاستقرار المطلوب طب يا الدكتور عمر الخير أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزيرة نعود ونواصل معكم هذه الحلقة ولكن بعد هذه الاستطلاعات طبعا خروج على الحاكم ما يجوز شرعا كده يعني لكن برضه يعني شيء ما أقول ما أقول يعني البلد فيها مجاعة وكده ومهروض المزولين يشوف الحاصل شنو والشيء الحل السلمي يعملو يعني المظاهرات تصلا بتكون نتيجة لأنه المواطن يعني يضايق من حاجات لا بد أنه المسؤول يستمع للمواطن أولا بعد ذاك المواطن لو ما المسؤول ما استمع عليه ممكن يطلع لكن تكون مظاهرات سلمية يعني يعني يوصلوا فهمهم يوصلوا بطريقة يعني فيها الأداب وفيها الاحترام زي ما قال أخونا يعني أنه الخروج على الحاكم لا يجوز لكن الحاكم برضه لازم يشوف نحنا عندنا شنو أنا واقفة لي ثلاثة ساعات في الصراف ما قادر أصرف وقبل شوية واقفة في صف العيش لتلي عيش بعد ثلاثة ساعات برضه يعني كده بتكون حكاية ما هناك لازم المسؤول يعني يشوف الرعية لازم يرعى الرعية يرعاها يهتم بيها يطلع يقول يعتذر يعني ليه نحنا في الأزمة دي ليه نحنا في الضايقة دي كل محقتنا الموجهين للدولة والسلطات الأمنية إنها توفرنا الحاجات الأساسية عندنا هنا الناس والله جماعة ضاقت والوضع بيقى متقلب والأزمات يعني بيقيت مزايدة علينا يوميا نحنا نحبقين طلبة يعني يوميا كان مصروف للمواصلات نحن 20 جنيه بيقين نحن يوميا في المواصلات 60-70 وبرضه ما في يعني ما في شيء مناسب فأنا يعني رسالة بتاعتيل دراسية للجهات أجماعة وضع المظاهرات والتخريب ما في صالح الدولة إحنا نكون ناس مع بعض ونساند بعض عشان البلد تمشي ليه قدام ناس داقت شديد طراحة لكن المظاهرات هي لازم تكون مظاهرات سلمية أنا بحبز إنه الناس ما تكسر وما تخرب لكن المظاهرات واجبا لأنه مشكلة ناس صف في العيش وصف في البنزين وصف لا في مواصلات ولا في لكن أول حياة الناس تعبر بطريقة شوية سلمية والحياة التانية يعني ممكن بعد الطريقة السلمية برضو الناس ما يكسروا إذا قاوموا مظاهرات يعني ما يخربوا الحياة العامة في النهاية حاجة المواطن وحاجة الدولة وحاجة الناس كلهم دي طريقة التخريم ما حلوة يعني مفروض أن تحصل الحاجة دي لكن الحاجة الغريبة أنه الدولة واليهود ما بيكسروا ما بيخربوا نحن بنخرب فالعمالي دي ما بتجي الصحيحة ولا كده لكن نحن معانين من الحكومة دي يعني العيش المواصلات كل شيء شوف الناس دي ما شوفوا كيف فالمفروض الحكاية دي هم يحلوها قبل ما نحن خذ لا بيكسر ولا بيحاجة الحاجة تجي منا ومش منا نحن ونحن كشعب والله إذا جاني منهم نكسر نعمل أي حاجة لكن مفروض الكسير دي ما تحصل أنا ببتكر دي نوع من التخلف لأنه كونه تكسر حاجة أخوك ما أضرر أخوك حتى المال العام ذا تولى الحاجة العامة جاي بيتها من قرشك حتى لو خرفتها أنا بفضل أن الناس تطلع من مظاهرات سلمية مصدقة محترف بها تدي أكلها الشعب ما بوصل رايول للمسؤولين المسؤولين يعني هم عايشين معاك في وطنك يعني مفروض هم عارفين الحاصل شنو أزمات الصفوف أزمات العيش سواء كانت الصراف سواء كانت أي حاجة مفروض هم يكونوا عارفين الحاصل بدم الشعب يقوم يعمل مظاهرات واللي اتخذ ستزاليب تانيهم لا بترضينا لا بترضيهم لا بتعجبنا لا بتعجبنا دكتور عمر الخير هذه استطلاعات من فئات مختلفة شباب رجال كيف تعلق على هذه الاستطلاعات طيب أنا أفتكر أنه واضح جدا أنه في وعيه صراحة حتى وسط المواطنين في قضية الاحتياجات والمظاهرات فرط تكون شكلها كيف وأنا بفتكر أنه إحنا كأكاديميين بنتكلم دايما عن حاجة يسمى ثقافة التظاهر ذات التظاهر والاحتياج يعني ده فيه ثقافة يعني ده جزء من ثقافة واسعة جدا يفترض أنك أنت ما بتظاهر وما بتحتج يعني إلا عندك قضية يعني فرط تكون الذول اللي بيحتج عنده قضية واضحة جدا عنده هدف محدد دار يصليه يعني حتى المظاهرات والاحتياجات البتيم إحنا قاعدين نشوف العالم الغربي داعني بتعامل كيف يعني بتعامل مع المسألة كان المواطن أو كان الدولة بتتعامل كيف مع المتظاهر المتظاهر عارب عنده هدف محدد عنده طريقة معينة في التعبير عن هدفه ده وإنه وصل رسالته كيف في قيادة واضحة بتلقاها للمظاهرات أو الاحتياجات دي فيها قيادة واضحة وظاهرة هي بتخاطب الناس وبتنظمهم وبسوقهم بطريقة منظمة جدا وما بتسمح للمظاهرين إنه يخرجوا عن كمثال فرنسا والسطرات الصفراء يعني باستمرار في الغربي داله من تعاين في مظاهرات وما عندهم مظاهرات يعني ما قاعد يطلعوا بيحتجوا وكده لكن بصورة منظمة جدا لأنه أنت أول ما يكون لك هدف محدد إذا واحد من جماعتك حتى المشاركين معاك في التظاهر خرجوا على المسألة دي دي ممكن هو تسبب بعدك في أنه ما بتدي فرصة للقوات الأمن ولغيره هنا تدخل بطريقة عنيفة يعني أنه الأمن يفترض والشرطة في وضع زي ده إذا أنت التزمت بثقافة التظاهر الديمقراطية المعروفة السلمية المعروفة أنت يفترض دور الأمن هنا أنه يحميك أنه يحميك يعني وأنه يدوك المساحة في هناك تتعبط تصل للحياة أنت واصل لها فأنا أفتكر أنه نحن للأسف الآن زي ما ذكرتك بيل أنا أشعر بأنه التظاهر الآن الموجود هي عفوية جدا ما منظمة ما في قيادة واضحة ما في أهداف واضحة صحيح في شعور عام وعندنا ناس كلها بأنه في غبن في شعور بأنه والله الحالة صعبة جدا في ضيق وزي ما ذكروا برضو متحدثين يعني أنا أفتكر أنه حتى الأولاد الصغير بيتكلم يعني أنا أفتكر أنه المسؤول هنا لما يطلع يتكلم مع الناس يدي المعلومة يسمع من الناس أنت تتواصل مع الناس يعني لكن إذا أنت يعني عسى أنا كنت أتخيل من المسألة الحكومة الآن يكون عندها شخص سابت ناطق رسمي يومي في الطوارئ أو الأعزمات يعني يطلع يوميا عنده كلام يطلع يقوله للناس وذي يبقى على كل مستوى على المستوى الاتحادي وعلى المستوى الولاي وعلى المستوى المحلية ذات في زول يطلع يتكلم بيوري الناس إنه والله الحفظه شنو وليفترض يحصل شنو يعني وده حاجة الأهمة بقودة من الناس يتعلم أن يجي زول من الحزي يتكلم يجي واحد من أي وزير يتكلم وحتى الوزراء بتجعر بأنه كلام مختلف عن بعض فما بتعرف أنت وين المعلومة صحيحة وماركة جزر معزولة يعني بقبت يعني أنا أفتكر أنه فهذه واحدة من الأشياء بتضعف معالية الأزمات إذا ما شعرت بأنه في وحدة واضحة في أداء الحكومي ومنظم في كل مستوياته ده بيدي لفراغات بتخليق نوع من الفوضى وعدم المعلومة الواضحة وصحيحة دكتور عمر الخير نطلع فاصل ونعود ونواصل حلقة حديث الناس مشاهدون الكرام مرحبا بكم في حديث الناس وموضوع حلقة اليوم مظاهرات الشارع في ماذا وإلى أين وضيفنا دكتور عمر الخير إبراهيم مستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزيرة وقبل أن نعود إلى ضيفنا يبدو أن هناك يعني هاتف أو مواطن على الهاتف سلام عليكم مساء الخير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته منال من القضارف سلام عليكم أهلا عليكم السلام صبش الحليص صدري ويكثر لي أمري وحل العقبة من اللسان يغضر غولي الأشارع السوداني والشيء الملاحظ فيه والله يعني حاجة مؤسفة جدا لكن يا أخوانا نحن بدل ما نمرج ونكسر ونقرد ونبشر إخوانا ما نمرج ونضرع لله عز وجل بالتوبة وبالصلاة وبالإستخفار يا أخوانا ليه إحنا نخرب بلدنا وندمر بلدنا يا جماعة ليه إحنا لازم نعمل بلدنا وننظر بلدنا يا أخوانا والله عز وجل والله يا أخواني المواطنين يقول لكم نصيحة يعني يمكن ومتغطوا الله عز وجل لا في حاكم بحملكم ومشكلتكم ولا في مسؤول ولا في أي حاجة الجماعة لا ترجع لنا عز وجل يعني ربنا قال استغفروا ليه إحنا ما نكسر من الاستخفار يا جماعة بعد ذات يا أقول نزال في التهريد أنا مع عديد قد يقول له أثر كبير إحنا ما أقلم من العراق ولا أقلم من سوريا ولا أقلم من مرس ولا أقلم من العربية الزينا في أي دي عاوز أتخرب البلد دي يا جماعة ونتي هتزانين ما تكونوا بسيطين وانتكونوا تاجين يا أخواننا لا أدعي نحن نكون حقيقين نكون أسخياء غادي يكون التهريد بساغم هنتي نكون يعني لو عملي في إخوة الله والله عز وجل غادي يرشوك الدك مليارات الجنية عشان يخلوا قه شحنة بيك تخل عشان تستحسب ضايقة السيدان وأنها تستطعوا يا جماعة والله هذا تخريب للبلد يا جماعة لازم يا جماعة جايين أنسي واحد واحد للإستقلال إخوان نمرو والرئيس يقول لجماعة يدعوناك لا تهو الله عز وجل وليل تضرع إلى الله وللإجيئاء أما نال يعني بس سؤال يعني أنت من القضارف ووردت بعض الأخبار أن هناك احتجايات في القضارف الوضع عندكم سريعا كيف في القضارف والله الحمد لله رب العالمين لا مشتب تماما يعني الحمد لله رب العالمين الوضع حسي تثبت الحمد لله وقال حسن تخريبت عم يعني حاجة مفتسة جدا يعني وحي جبتي جبتي والله العظيم وكل جماعة نخلي شعارنا وطني ولامي لبطني شكرا لك منال شكرا جزيلا عفو للمقاطعة منال من القضارف دكتور يعني يمكن ده نموزج لمواطن وتحدث يعني بكل تحضر وأدب وكيف نتعامل مع مع الاحتياجات السلمية ونحن يعني الآن نتنسم عبير الاستغلال واتكلمت بوطنية متناهية يعني في أنه لا للتخريب شوف أنا بفتكر أنه كما ذكرت إليك أستاذ خليل أنه الحركات الآن الاحتياجات التي حصلت الآن في بعض المدن أنا برضو مصير أنها عفوية جدا نعم لكن أنا أفتكر أنه دائما الناس دا كلام برضو بتعين العلماء النفس بيقول ليك أنه سلوك الجماعة دائما يعني ممكن يحصل فوقه نوع من زي كان كنت بتقول القطيع يعني القطيع فالجماعة بده شعور للفرد يعني كده غير طبيعي ممكن تعمل يعني أنت الآن لو معك بعض زملائك ممكن تنبذ زول في شارع بتشعر بينك بتستقو بالناس المعاك وبتعمل سلوكيات بعد ذلك بتبقى هي خارج اللي طار الفرد العادي ما بيعمله وبتبقى بعد ذلك دي الحاجة اللي بتخلي الناس الديوي قصة الآن التخريب والحياة الممكن تتين يعني أنا أنا ما بتتكلم أصلا عن صحيح ممكن يكون في ناس مندسين ما هي أي فوضى بتدي فرصة لآخرين أصحاب خارج يدخل لأجندتهم لكن قبل أقول لك إذا المظاهرات منظمة ما بتبقى فيها فوضى أصلا يعني إذا المظاهرات عندها قيادة واضحة سائقة هي المسألة دي ما بتسمح للناس بينه يحصل تخريب يعني أو تخريب لا أصحاب الأجندات ولا للناس الممكن يكون عندهم سلوك متفلت يعني يعني نتفق أن هذه التظاهرات الآن في بعض مدن السودان ليست لها قيادة حقيقية ما لديها قيادة حقيقية وهي عفوية جدا في حاجتها شكرا أنا أتكلم أنه الآن الأجهزة السياسية والأجهزة الأمنية الموجودة يعني افترط العمل مع المسألة الحركة العفوية إذا لو حميتها وديت مساحتها ما بتدي مساحة لآخرين يعملوا فيها المسألة لكن إذا إذا أهملت أو حولت تواجهها بقوة بتجيز ذد الفعل أسوأ طيب دكتور عمر الخير يعني معلوم أن هناك يعني أزمات ممكن أن نسميها تطاولت ومتتابعة وإنت شاهد عليها يعني أزمات وقود أزمات خبز أزمات في النقط صرفات آلية نعم يعني يمكن يعني تطاولت على الناس وإن تحدثوا من خلال استطلاعات يعني تحدثوا عن هذه الأزمات يعني من رأيك هل تأخر الحل كثيرا لهذه الأزمات الحقيقة طبعا تأخر يعني يعني أنت الآن أنا أفترح يكون أي مسؤول يسأل نفسه يعني أنت الآن المواطن ده كيف يتعامل مع حاجاته يعني حتى لو قلنا لو الوغود موجود ولو الخبز موجود من أين له بالكاش ما ده سؤال إذا أنت بتقيد في الصراف عندك ألف جنيه مش كده ممكن ما تقدر تأخذ ذاتك إذا عندك فأنا أفتكر يعني في تأخير واضح في المسالة دي نعم الأتنين أنا أفتكر برضه مفروض مزيد من الضبط في الإجراءات يعني أن إحنا وسبة الوقود جاءت ثم ذهبت جاءت ثاني ثم ذهبت يعني ده معنا إنه ده كلها عبارة عن مشاكل إدارية مقدورة على ترتيبة وتنظيمة وبفتكر برضه ده برضه نوع من البقول من الطباط ومن أجهز الحكومية الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة جدا على التعاون مع المسائل طيب دكتور عمر ده يغضنا طوالي لممكن نسأل يعني ماذا يريد الشعب الشعب اللي خرجوا القاعد جوا البيوت من حكومة معتز أنت حقوا السؤال أي شعب ده شنو من أي حكومة يعني ما أنت بحتاج هناك يتوضع يعني ما نحدد شخص يعني أنا أفتكر أنه الحكومات دائما سعود بالطالب الحكومات بينها توفر لها الحياة الرغدة السهلة الرفاهية بيتكلم عن حياة بالمسودة نحن الآن بنتكلم عن حاجة أقلة من كده كتير الحد الأدنى يا سيد يكون متوفر موجود طيب ممكن نقول يعني هل ما وجده معتز يعني من تركة ثقيلة يعني عن حكومة موجودة مجموعة بتاعة وزراء ونحن محتز بنشير لولا الحكومة اللي اتكونت ولانه على على رأسها رئيس مجلس الوزراء القومي صحيح أنا بفتكر أنه يعني الحكومات بيجي و بتمشي الأفراد لأخير الحكومات بيجي و بيمشوا لكن المؤسسات موجودة يعني أنت محتاج يعني أنت فعل معاك المؤسسات حركة رئيس الوزراء وحدها ما كافية أصلا ولا حركة الحكومة لوحدها يعني أنت محتاج برضو يكون في نوع من الثقة بينكم بين المجتمع المدني الموجود أشرك معاك ياخي المجتمع المدني الموجود في حل الأزمات دينا الأزمات دينا واضح أنه مشكلتها ما هي كلها فوق يعني أزمات كلها بتنزل على المستوى القاعد يعني يعني أنت الآن لما بتتكلم الآن عن الخبز مثلا توزيعه بتتم كيف حراسة بتتم كيف التأكد من أنه والله هذه يعني كمية بتاع الدرية المعينة بتمشي فعلا للمواطن بتأكد من المسائل لكل أمنه وضع رجل أمن في كل طرمبة ما هي اللي بتعمل لهذه يكون المواطنين ذاتهم مواكفين على حاجاتهم طيب دكتور عمر يعني يعني دايما يقولون الشعب السوداني محب في الحديث عن السياسة محب الحديث عن الرياضة والفن يعني ممكن يقال يعني في الأوساط السودانية وحبهم للسياسة يمكن يكون هناك يعني وضع العراقيل أمام الحكومة من يضع العراقيل هل تتفق مع من يقولون هذا الحديث طبعا يعني افترض تكون الحكومة عندها قدرة إنها تدير الأمر بصورة واسعة جدا الحكومة هي الجهة الوحيدة عندها قدرة على الحصول على المعلومات مش كده وهي اللي بتدير الأمر يعني فأنا أفتكر إذا كانوا في جهاد بتعمل عراقيل افترض تكون الدولة أو الحكومة قادرة بهذه الجهات وقادرة على حسمها يعني ولا تبقى المسأل هذه خارج عن إطار الحكومة نفسها وذي بقى كلام فقناع من التناقض يعني أن الحكومة هي الجهاز الوحيد اللي عنده قدرة أنه يعني يشرع وأنه يمارس سلطاته وأنه يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية مصالح المواطنين يعني أنا أفتكر أنه طبعا دي نوع من التكهنات من نفسها يتكلم عن صراعات داخل النظام وصراعات خونا يعني المسأل دي كلها مهما كانت نحن نعرف أنه معرفتنا في السياسة دي أنه الحكومة عندها قدرة كبيرة جدا أنها تنفذ ما تريد أن تنفذه وعندها قدرة على تجاوز الأزمات يفترض تجاوز الأزمات يمر بطريقة تفكيرك وسياساتك وتعاملك معها لكن أقول أن عندها القدرة أنها توظف الخبرات وتوظف الموارد المتاحة الموجودة وتنظم الأمور وتعمل يعني إذا يبقى ولا يبقى في مشكلة في الحكومة ما هي الحكومة المناسبة ما هم الأشخاص المناسبين لتقلض المناصب يعني ممكن بعد ذلك تتبقى ودير قيادة الدولة يفترض تكون على علم هل فعلا ضحف في الحكومة ولا مشكلة خارج الحكومة طيب دكتور عمر نتحول إلى محور آخر عضبرة تسيدت كل الميديا الإعلامية من خلال التظاهرات التي حدست بالأمس والآن يعني منتشرة صورة في بعض الوسائط والناس شافوا بعض يعني الأحداث المؤسفة في حرق لبعض المنشآت والمؤسسات الحكومية ويمكن تابعنا بيان والي نهر النيل في أنه تحدث عن أن المظاهرات كانت سلمية سلمية ولكن فجأة تحولت إلى فوضى وفوضى يعني ما دارين نقول أحرقت اليابس وأحرقت كده يعني تحدث لنا عن ما يحدث الآن أو حدث أمس في عضبرة يعني من تفلت وتعزيه لشنو يعني شوف نحن كان ممكن نضبط المسألة بتاعت أنه يكون ما في تخريب ولا كان في تقصير أو طيب أنا أنا وصمحت لي برضه أتكلم عن أنه دائما عندنا حاجة زي نوع من الصورة الذهنية لعضبرة وليمدني بكثير من المدن يعني يعني عندنا تاريخهم عندنا قائم على الاحتجاج والمظاهرات ويعني المشهورين بالمسائل دي فأنا بفتكر أنه يعني ما حدث في عضبرة ممكن يكون يعني اللي هو طبيعي جدا كما ذكرت الآن الضغط الحاصل بكل المدن أو في كل الشعب في كل المدن دي هو نفس يعني بده زي ما قال لك بصورة سلمية جدا وزي تعبير عفوي لكن في تقدير خاص أنه برضه قد يكون واحدة من الاشكالات أنه أنه ما عندها قيادة برضه وثاني بقول أنه صورة عفوية ما في قيادة واضحة فبالتالي أنت ما بتقدر تضمن أنه يحصل اختراغ لي ولا ما يحصل لي اختراق ما بتقدر تضمن أنه والله يرى تفعل الأفراد لما يتلمون كده مع بعض ويشعروا بالشعور بينهما الآن قوة المواطنين دي لما يجتمع مع بعض يمكن يقلعوا النظام كل والعالم يعني سورة الربيع العربي ما بعيد على الناس يعني دكور أنا أعتقد أنه طبيعي جدا حصل في عدبر والطبيعي برضه بيحصل في ورشدان والبيحصل في مدني والبيحصل في سنار أنا برضه تاني بركز على أنه نحن محتاجين ندي مساحات للناس ديال أنه يعبروا عن أنفسهم يعني وأنه الأجهزة الرسمية التنفيذية الموجودة على المنصفات المعينة دي محتاجة عندها تواصل مباشر مع الناس ديال وشوفوا مشاكلهم شنو وشوفوا حياتهم كيف ويحاولوا يعني يدوا شعور للمواطن أنا بيقول تلك الشعور بالأمن أهم من الأمن نفسه الشعور بأنه الجهاز الحكومي أو المسؤول الحكومي حاسس بيحسسني يعني وشاعر بشعورنا ومتألم معنا وعنده مساعي وإنه شغال مجتهد وإني بيعاني دي ما احنا بنعاني يعني أنا قبل فترة لقيت واحد والي سابغ يعني واقف في صف العيش وموقف ولده قاعد منتظر يعني يعني زي وزي واحد يعني يعني فإنت في النهاية ده أنا دار أقول لنا المسؤولين يعني ده احتوار واحد من رموز الحكم كانوا يعني قبل أيام بسيط يعني نزل من الحكم فبالتالي ده أبريك أنه الشعور ده داته بيديك شعور بل اثمينان أنه نحن لا يكون نمساوين طيب يا دكتور قبل ما نمشي على الهاتف وعندنا ريم من برسودان على التلفون سريعا كده يعني ممكن المظاهرات دي يعني زي المرض تكون في عدوى للمدن الأخرى طبعا ممكن تنتغل العدوى طبعا ما أقولك أنه سلوك الجماعي يمكن نقول القضارب أصابة العدوى سنار أصابة العدوى شمالية أصابة العدوى وإذا ظل تعامل الجهات الحكومية والجهات الرقمية مع الأمر بالطريقة دي برضو موجودة الآن وحتى بالمواصل أنا أفتكر برضو هنا دي المسؤولية ومتعة حتى حزاب السياسية حتى حزاب السياسية المعارضة أنا أفتكر أنا واحدة من الأخطاء الكبيرة بيرتكبوا الحزاب السياسية الآن المعارضة إنها برضو بتحاول تستثمر في الجودة ويتطلع بيانات كأنما هي يعني تحرض الناس على مزيد من التظاهر في حين أنه أنت نفسك يعني لو أنت القائد ما هو أفضل وتكون هناك مطالب معروفة وترفع للجهات المسؤولة يعني بصراحة كلنا دايرنا تغيير لحي تغيير ده كلنا من أنصار التغيير تغيير لما هو أحسن لما هو أفضل تغيير في السياسات تغيير في القرارات تغيير في القيادات تغيير في النظام ذات دايرنا لكن دايرنا يمشي بطريقة محسوبة سلسة وديمقراطية مخططة يعني يعني محسوبة منظمة مخططة مدني مقراطية الآن قاعدة مع الناس بكل طيب دكتور عمر يعني تعارضات المنودة استبقينا ريم من برسودان كثيرا ريم مساء الخير سلام عليكم تفضلي وعليكم السلام ورحمة متابعة موضوع الحلقة تفضلي متابعة موضوعي تفضلي بالنسبة للمظاهرات الحاصلة في البلد يعني الشعب سكت كتير بصراحة كده أي حاجة أي حاجة يعني بزيد الأسعار يومين وبقدت رغابة ما فيه أي زوج بزيد على حسب رأيه يعني تمت الحاجة هنا بتلقاه بسير تمت بتلقاه هناك بسير تاني دي يا ريمة نحن متفقين على لكن نحن دارين نتفق على أن الناس يعبروا حتى لو قلنا معاناتهم بصورة يمكن نقول حضارية أنت متفق معانا في الكلام ده يعني يعني الناس دايما ما يميلوا للتخريب ويكون هو يعني يعني الوسيلة الممكن نعبر بها من خلال معاناتنا هناك كثير الناس حاول تطلع يعني بطريقة سلمية بابن نلقي غير البنبان بتلقون وبنجم نرجع أي حاجة يعني يعني مسائل في التظاهر في التظاهرات السلمية حتى لو لانعقد يعني يعني العقد بتاعه وتحولت لازم الناس يعني على الأقل دمى حكومه عند بعض الوسائل اللي بتوقف بها المسائل بتاعت التخريب يعني لأنه لأنه المسائل المؤسسات أرواح الناس لا بد أن يكون هناك تعامل مع هذه المسائل بنوع من يكون ما في عد يعني خصائر هو فعلا التخريب ما من مفايدة أصلا لكن شنو هو الخير في بلادنا لكن قاعد يتصدر أسه زي القمح في الضروق والسكر يعني هي حاجة بتصدر برا نحن ما مكتفين أصلا جاتيا لكن خيرنا ده كله إلى خيرنا عندك إضافة ثانية ريم شكرا جزيلا ريم من بورسودان أديك تعلق دكتور سمعتك على الأقل يعني نخليك تعلق على الناس وفاق أراهم يعني كويس أنا إذا قدرت أغدر ريم واضح إنها شاب صغير يعني فبرضو هي الشعور العام يعني إنه إحنا محتاجين والله يا أخي يدونه بساحة نعبر مقال بتطلع تعبر بتلقى البومبان برجعة تانا مش كده هي بترجع لكن في آخرين بيتمردوا على المسألة وبيطلعوا بطريقة مختلفة تماما تتكلم عن الحياة بصدرها بر يعني هذا برضو في نوع من عدم المعرفة الكثير من المعلومات إنك إنت شنو بيحصل بالضبط شنو لقع يصدر يعني حجمه قدر شنو مثلا وليه ما أنت برضو واحدة في الحياة التصدير بيجي بلك العملة الصعبة محتاج لها يعني في معلومات غايبة عن الناس أنا بقول الكلام دون إحنا ناس أكاديمين ما في أنت ما بتقدر تثق بينه في مصدر معين عنده معلومات بيطلعها بصورة معلومة كاملة معلومة كاملة وواضحة يعني أنت عارف فينه بيخش للبرد بيطلع منها يعني الناس بتكلم والآن أنت بتكلم عن دهب وكميات من الدهب مش كده وين قلوش الدهب طيب أنت بتكلم عن الفروقات يعني الناس ما قادرين يجزوا العاقل ما بيقدر يعني يربط بين الحديث اللي بتكلم عن موارد موجودة والحديث اللي بتكلم عن احتياج لموارد صعبة مش كده يا دكتور ده ما يدور في أسان الناس ولكن نطلع فاصل ونعود عدنا بعد الفاصل حديث الناس وضوح حلقة اليوم وظاهرات الشارع في ماذا وإلى أين وما زلت مع ضيفي دكتور عمر الخير إبراهيم أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزيرة ننتقل إلى محور يعني السعيد يعني من يتطعذ بغيره هناك تجارب كانت ماسلة يعني في محيطنا الإقليمي وفي يمكن مظاهرات خريات أو ممكن نسميها بالتحديد الربيع العربي وكده والناس وصلوا يعني ما دارين نسميها فشل ولكن التغيير بهذه الطريقة يعني ما مأمون لا يوصل إلى بر الأمان هل تتفق معنا؟ طبعا نفس ما ذكرت لكن أفتكر أنه علماء السياسة عموما بيتكلم عن أنه أي تغيير مفاجئ يعني أصلا يقود إلى إلى تحسين في الوضع يعني ولا إلى يعني نقلة إيجابية في الأوضاع الموجود يعني بالعكس ممكن يكون يعني مهدداته أكتر من من إيجابيات يعني وبالتالي علماء السياسة عموما بينظروا لأنه لازم التغيير يكون متدرج بحيث أنه يكون ومخطط له يعني واضح أنه ما شي فيها تنتجاه لكن برضو أنا بقول الكلام ده لما تتكلم عن الاعتبار بالتجارب الآخرين الرسالة هنا ما للمواطن بس المواطن والحاكم للحاكم كده إنه الحاكم برضو يتحقه برضو تنظر تتعز من التعز من الآخرين يعني التعز والمواطن التعز والمعارضة نفسها تتعز يعني يعني العزة للجميع للجميع في إنه الوضع ده يعني على أطراف كلها تبقى خسرانا في المسألة النظام يخسر معارضة تخسر والمواطن بدأ أكيد حيخسر والوطن سيخسر يعني كثير جدا بالمسألة طيب يا دكتور عمر في رأيك يعني هل التغيير في هذا الزمن الماسل يمكن أن يؤدي إلى يعني إلى نتيجة إيجابية أم سلبية يعني من خلال يعني امتابعتك للواقع السوداني الآن من خلال من خلال هذه المظاهرات يعني أو التظاهرات والاحتياجات السلمية يعني أنا أفتكر أنه صراحة المظاهرات والاحتياجات اللي بتحصل إذا ما إذا ما كانت منضبطة ومنظمة وواضحة قيادتها وأهدافة واضحة وقاياتها واضحة ما بتسوق الناس لنتيجة إيجابية أصلا بالعكس هتبقى وبال عليهم كل الأطراف في نفس الوقت أفتكر أنه إحنا الآن أمامنا انتخابات يعني النظام الآن ماشي بخطة واثقة جدا تجاه الانتخابات في 2020 وإذا ما أفتكر الآن الانتخابات حقيقة هي فرصة حقيقية للمعارضة اللي بتتكلم الآن من أكثر من 30 سنة بتعارض في النظام وما استطاعت حتى الآن هنا تحقق الأهداف المطلوبة يعني تعمل تغيير في النظام في سياساته في توجهاته في أشياء كثيرة الآن تتحدي قدامه يمكن أن نقول يعني الآن التغيير يمكن أن يؤدي إلى مصير مشهول أنا فأقول لا إذا حصل كيف إذا حصل فجأة فجأة لكن إذا مشى وفق البروسيس الماشي الآن العملية السلمية الماشية اللي هي متمقدة عن الحوار الوطني وفيها ترتيبات حتى المجتمع الدولي الآن اللي هو بتدخل عشان يسر مسألة التفاوض والحوار ما بين الحكومة وبين المعارضة المسلحة والآن وصل الصدق المهدي مثلا أمسي للبلاد مثلا وده كل ماشي في نفس الخطة اللي هو ممكن يساعد الناس في أن العملية السياسية فعلا يحصلها تحريك وعملية السياسية تحصل يعني يحصل نوع من التفاعل الإيجابي بين الأطراف عشان يصروا لحاجة تضع لنا قواعد جديدة للعبة طيب دكتور عمر عندنا زي هاتف سلام عليكم موضة مساء الخير عليكم السلام تفضلي امتابع موضوع الحلقة بتاعتنا اليوم ايوه تفضلي تفضلي انا بك بنتكلم عن المظاهرات اول حاجة يا اخواننا اول حاجة يعني مناشد الجهات الرسمية عدم تهمية الشعب يعني يوضحوا لنا يوضحوا لنا الحاجة لكل من شام في مؤتمر في أي حاجة ما يهمش الشعب لأنه ننزل وبنبعي اول حاجة للمظاهرات السلمية اول حاجة يلا وبعدين الشنو الحاجة اللي أدت لأكيدة تضييغة الخناك يعني انتم مبايقوا على الناس حب حب تحير التدريج وليشنو حصلت لشنو التدريج وليشنو بدهم مشو الناس عشان افهم العواج دي ما احنو ببعدين حتى تحصل واول الناس حيضرروا لنا اصعبوا الحكومة الاثنين مع بعض والاشتجاج الهادف 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 المنظم ادعي يعني بيجو بفواطي بحاجة المهم احنا بيكون بيجيها وهم بيقشوا تبع الناس بيحرقوا والناس بعدين بيقولوا ببساعد اصلا اصلا من الهدف ما جدا احنا كما التغيير الشعب ما طلع ازاكن وكما ضاجت عليه الحياة والمعيزة دي والله ما طلع ولا مفترضين على النظام خالص الصورة وضحة كلامك وان يعني اعتذر معتز موسى رئيس مجلس الوزراء في ازمة سابقة لماذا لا يخرج الان في هذه يعني الازمة الان مسألة الخروج بعض الولايات في تظاهرات ويوضح الواقع الماسي الان حتى تكتمل الصورة ويعلم الجميع ماذا تفعل وماذا يدور داخل اروقة الحكومة وطبعا انا سؤال دي ولا ما اعتذر انحنا نتحدث معك كمراغب انا انا بردو بتسأل نفس السؤال يعني افتكر ان الحكومة يعني انا تحصل مظاهرات ويحصل فيها ضحايا في كلام عن ضحايا انا ما عارف الان عددهم كم مشكلة ضحايا انا افتكر انه مش يطلع رئيس الوزراء يطلع رئيس الجمهورية يتكلم مع الناس انه كذا كذا يعني رئيس الجمهورية المشاكل الموجودة الان يعني لو ما شعرت بانه خطاب المسؤول قريب ليك يعني وقريب لمخاطبة احتياجك انا افتكر بكون في مشكلة خطابك السياسي ما سليم وممارستك الحكومة بالحكم بتوقع برضو ما سليمة فانا في تقدير الان يفترض يطلعوا وطلعوا الناس على مستوى الوالي ما شايف الوالي طلع في حيث مسال يتكلم دي برضو مسائل اقل من المطلوب في حدث بالحجم هو بالامس طلع بيان طبعا عن ما حصل في عضبرة لكن ده بغضنا طوال يعني الاجهزة الامنية هي اللي بتتصدى لهذه هذا التظاهر يعني لا بد أن تكون لهذه الاجهزة الوسائل والمعينات لامتصاص غضب الناس حتى لا يكون هناك يعني سميوا موت جراح في الواحنين انا بفتكر هذا الامن عنده دور يعني يعني كل المؤسسات دي مكملة لبعض مكملة لبعض يفترض انه الحاكمين يعرفوا بيتين يطلع منه ويطلع بيتين ويقول شنو مش كده يعني يطلع منه يطلع بيتين ويقول شنو ودي تكون واضح جدا قدام الناس يعني زول صاحب السياسة زول الحاكم ده مفرض تكون عارف ويقدر يغدر الأشياء وانا افتكر واحدة من الأشياء احنا بنفتقده صراحة في حكامنا يعني البعدة الانساني ده الشعور بانه والله يا اخي فعلا في ازمة في مشكلة يعني وانك انت بتطلع بتتكلم شاعر بشعور الزول هس انت لو فيه وفعل لذول بتطلع بتواسي الناس لكن هل تتفق معنا يعني مثلا كمثال نمو زي تونس في انه زين عبدين بن علي يعني ما كان مغيب يعني المسائل ما كانت واضحة بالنسبة له هل يمكن هناك وارد طبعا طبعا احنا لو يقول الكلام ده وارد ده بيقلل من مسؤولية يعني بل قد يسيل لراس الدولة وانه كنت في حاجة بتحصل في بلدك وما عارفها مشكلة فبالتالي انا افتكر نحنا نتجنب المسائل افتكر انه المسؤولين ده عارفين اي حاجة لكن يفترض يكون الافترض يحصل انه متين يطلعوا يقولوا للناس الحاصل ده كده وعبارة عن كده وكده انه ما في ذول بيتكلم طيب دكتور بيتكلم دون يكون عنده تجميع لمعلومات وعنده تحليل لها وعنده قدرة انه يرود على الاشياء دي بصورة موضوعية وعلمية دكتور عمر ما عليش يعني في مواطن منتظرنا على الهاتف سلام عليكم عليكم السلام مساء الخير معنا منه عليكم السلام مرحبا ام سيود ام سيود من الخرطوم ام سيود متابعانا مرحبا نعم انا عايز اقول يعني الناس الحاصل وعضح بالمجدة لهم زي ما بقول الدكتور غياب المسؤول بس لو اكرمت كده يعني زدت لينا ورفعت صوتك حب عشان نسمعك بوضوح يا ام سيود من الخرطوم ايه مرحبا مرحبا انا عايز اقول الناس يعني فعلا في ضائقة وفي يعني مسألة معروفة للكبير وللصغير لكن الشي اللي بيحصل في العالم الخارج يعني مسترد نستعز منه يعني المسؤول زي ما قال الدكتور لازم يطمع ويتكلم ويوضح لكن هم ما في الدوم حاجة يعني ما عندهم لنا شي احنا لما نطلع ونتكلم كده ونطلع في المظاهرات وفي المشاكل يعني ما نطلع شي نتأذي نحنا نتأذي ومطل قلب يجي معاك لو الواحد وضح في الشارع ما بلقى لبيرفعه ولا بلقى لبيعالجه ولا بلقى يعني الناس أصلا كان مستجيرة من الرمضاء بالنار يعني ما في ما في حلول أرجو أنك ترجى ربنا وتستعين بالدعاء ويعني إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة يعني خلاص إذا أنك مظلمة أرجى ربك بس الناس تجعي ربنا يرفع فكرتك أم سجود أم سجود فكرتك وصلت أم سجود من الخرطوم شكرا لك يعني دكتور عمر أنا أنتقل مباشرة ومحور مهم بالأمس عادة صادق المهدي للبلاد بعد مكس يعني شهور متنقلا ما بين القاهرة ولندن وهذا يعني يمكن أن نتحدث مباشرة عن حديث عن توحيد المعارضة ودمهم جدا أن المعارضة تتوحد حتى يعني هي تشارك وتساهم في حل أزمة البلاد يعني وهو طبعا أنا أفتكر عودة الإمام صادق المهدي إلى السودان يعني هي اعتراف بأن العمل السياسي الحقيقي هو في الداخل وليس في الخارج وأن والله يعني العمل السياسي في السودان يعني ما ممكن يحصل الله انتقال ولا تطور ولا فعل إجابي حقيقي إلا من الداخل وبرضو أفتكر أنه العودة الآن برضو يتمثل تحدي للنظام يعني في أنه شنون ممكن الآن يقدم النظام لشخص في رمزية صادق المهدي هو عنده طاقتين الآن كمعارض حزب الأمة ونداء السودان وكحزب معارض كحزب معارض وعنده كقايد لحزب معارض في السودان وكقايد لتنظيم معارض لنداء السودان فأنا أفتكر أنه أنا أفتكر دي فرصة كبيرة جدا الآن أنه يحصل حراك حقيقي داخل البلد وحراك حقيقي يعني للعملية السياسية في السودان تقود لترتيب الأمر للانتخابات عشرين عشرين يعني أو إلى ما يتفق عليه الأطراف يعني أنا أفتكر أنه وأفتكر القطاب الصادق المهدي خطاب يعني خطاب عاقل يعني خطاب هو شخص يعني خبر الحكم يعني وتوضح واضح جدا أنه في خطاب دائما هو خطاب فوق شيء من العقل يعني وفوق شيء من المسؤولية الكبيرة تجاه تجاه البلد وتجاه العملية السياسية لكن كمان في المقابل لما ذكرت لك محتاجين الناس أنه النظام برضو يكون عنده المرونة الكافية في أنه يواصل لقاءه معه و وأنا أفتكر صادق المهدي الآن مكسب حقيقة للعملية السياسية في السودان إذا هو بقى إيجابة أيضا كحزب وكنداء سودان في المشاركة في الحاصل دكتور عمر الخير يعني نحن بدأنا نلملم أطراف الحديث ولكن سأوجه لك سؤالا مباشرا من وجهة نظرك هل هذه الأزمة سياسية أو اقتصادية مع ألمة بالسودان ما نحن قاعدين نقول دائما الشخص صاحب الخلفية الاختصادية بعين لكل المجاكل من وجهة نظر الاختصادية اقتصادية يعني السياسة لا تنفصل عن الاختصاد لكن أنا أقصد أنه يعني لو سألت مثقف لو عائل يقول لك أزمة ثقافية لو سألت ذلك عن المجتمع يقول لك أزمة اجتماعية وكل ذلك ينحاز لكن من وجهة نظرك أنا برضو أقول أنها سياسية سياسية يعني تقدم السياسة على الاختصاد بالضبط الأزمة أزمة سياسية في المقام الأول وإذا لم تعالج البعد السياسي دول خاص ببعد المشاركة في العملية السياسية في سودان وإذا لم تعالج مشكلة القواعد اللعبة السياسية الاتفاق حول الدستور والقوانين والمنظمة للعملية السياسية في البلد أنا أفتكد أنه تبقى حظى المشاكل اقتصادية حايمة موجودة عند الناس ومشاكل تانية كثيرة يعني اقتصادية واجتماعية وأمنية لكن أتمنى أنه كما ذكرت الآن أن الناس كل الأطراف توعى بالمسؤولية التاريخية الآن في اللحظة دي برقم أدركنا الزمد دكتور عمر لكن سريعا نعود إلى مظاهرات الشارع في ماذا وإلى أين يعني وصائل التواصل الاجتماعي مرات بتلعب دور سالب جدا في نقل المعلومات والآن الفيسبوك والآن كل الوصائط امتلأت بشكل التظاهرات في المدن وكده يعني مرات هي نحن ما داري بنقول غير موسوق بها يعني رأيك شنو في هذه الميديا اللي ظهرت جديدة وهي واحدة من وسائل التظاهر يعني هو بصراحة أنا أفتكر الآن أنه فعلا التطور الحصل في وسائل التواصل الاجتماعي بقى التحدي حقيقي تحدي حقيقي للمسؤول تحدي حقيقي للمعارض حقيقي للمواطن كيف يعني فعلا يعني دار أقول أنه الأطراف كلها تستخدم السوشال ميديا بما يخدم أغراضه أغراضه الحاكم بيستغلها في أغراضه والمعارض بيستغلها في أغراضه أنا شكرا نفتكر أنه نحن هي ممكن تسمعها وفي نتعة تستغلال حقيقي وهي ما مسئلة متاحة لكل الأطراف أنت ممكن تستغلها إيجابا وممكن تستغلها سلبا لكن نحن بيقول الآن طالما أنك ما في قدرة يعني أنت الآن الصحف وجلائد والتغنية وصلت مرحلة أنت ممكن يعني أنت تفبرك أي حاجة كمثال يعني يا دكتور ما ظهر في مقطع الفيديو بتاع الرجل ظهر وهو ممثل بتاع أمنه وكذا والآن تناولت الصحف وقبض عليه والآن يحاكم يعني صحيح يعني انتحل شخصية رجال الأمن لكن برضو آخرين يقولوا والله يا أخو ليس نفس الشخص فأنت إنه شخص شبه يعني داري أقول إنه المسائل دي خاطرة يعني يعني فيها خطورة حقيقية ومحتاجة وعج عالي جدا شاكد بقول لك الآن الجهات الرسمية هي الممكن تقطع الإشعاعات دي توقفها دكتور بالتعامل وبالتواصل الإجابة أدركنا الزمن دكتور عمر الخير إبراهيم أستاذ العلومة السياسية بجامعة الجزيرة المدير العام للمركز السوداني للديمقراطية والتنمية الحديث كانت المحاور يعني يعني تاجة لزمن أوسع ولكن تحدثنا فيها يعني حديث يمكن يكون يعني أوضحنا ولم نوضع ولكن سنواصل في حلقات قادمة معك شكرا جزيلا لك دكتور عمر الخير هكذا عزيز المشاهد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي تناولنا فيها مظاهرات الشارع في ماذا وإلى أين حتى الملتقى في حلقة جديدة وقادمة دمتم في رعاية الله وحفظه سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الصباحون على خير اشتركوا في القناة